طب نسأل بقى نفسنا الأرض الغالية دي اللي خدوها في 6 أيام احنا عشان نسردها تانية يا محمد لآخر شبر قعدنا قد ايه 22 سنة يعني دي رسالة مهمة قوي للأجيال صحيح احنا بنقول 15 سنة لغاية 25 أبريل لا بنضيف عليهم كمان 7 سنين عشان ناخد طابع لننجم قبل نسحب شهر قال لك في أبريل 82 قال لك طابع دي مش هنسيب طابع عشان نسترجع طابع عدنا 7 سنين 22 سنة في صراع بقى عسكري وصراع سياسي تفاوضي وصراع تفاوضي تحجيمي الصراع العسكري الحقيقة اللي قعد 6 سنين دي بتجعاني الحقيقة محتاجين ان احنا نتذكر هذه الملحبة بداخل الحرب الاستنزاف ده جزء منها صفحة مهمة انا بقول بس مش هنسيب ده بقى فيها محمد خمس معارك معاركة اعادة بناء الجيش المصري يعني الجيش المصري نتيجة الانسحاب من سينة كانت قدرات الجيش المصري انخفضت بقدرات يمكن مش اقل من 50-60% حتى يمكن احدان قالوا الجيش المصري ده قدامه على اقل اقديم من الزمن لغاية لما يقعد بناء جيش المصري بنينا الجيش المصري في فترة زمنية لتتجاوز ثلاثة اربع سنين صحيح دي معاركة يمكن برضو تسمحلي ان احنا نتذكر من كان لهم بصمة في هذا التاريخ رحمة الله عليهم الاثنين اللي هي الفريق محمد فوزي والفريق عم منع مرياض اللي كان لهم فضل في اعادة بناء الجيش المصري المعاركة التانية العظيمة اللي احنا لغاية النهاردة تسمحولي كده بقول برضو ما نجحناش ان احنا نوصل ابعادها ونتائجها اللي هي حرب الاستنزاف اللي ظلت 500 يوم قتال اطول حربة بيننا وبين الجانب المعادي حرب الاستنزاف اللي كبدناها فيها خسار كبيرة جدا نتيجة هذه الخسار ايه اللي حصل اسرائيل لما بتزنق بتروح فين بتروح للولايات المتحدة الحقوا يا امريكا عملونا ايقاف نيران فكانت منبادرة روجرس في اغسطس سنة سبعين عشان ايقاف النيران دي معركة رقمتين معركة رقم تلاتة ودي يجب ان نتذكر بها برضو رجالات مصر العظماء رجالات الدفاع الجوي اللي نجح ان احنا لأول مرة في تاريخ مصر نتيجة الجانب الاسرائيلي متفوق في الطيران واحنا حصل خسار كبيرة جدا في الطيران في عدوان 657 فاصبح كيف نواجه قوة الطيران الاسرائيلي فوجدنا سلاح جديد اسمه قوات الدفاع الجوي طب السؤال بقى طب تخيل انت بتنشئ حاجة جديدة يعني الخبرة السابقة اللي فيها ايه مش موجودة حاجة جديدة طب ازاي يا مصريين يا جيش مصر في سنتين ثلاثة تقدر تعمل قوات دفاع الجوي خليتي العالم كله بعد كده ييجي عايز يتعلم منك ازاي انت نجحت فيه هذه المنظومة وكاننا مدور عظيم جدا قبل الحرب واثناء الحرب النقطة المهمة اللي بحب برضو اتذكر بيها انفسنا من قانل اخر كيفية احنا ربنا انعم علينا بالزكاء العالي مش كده ولا ايه ولا رأيكو تاني حاجة تاني الزكاء العالي اللي موجود عندنا ازاي وظفنا الزكاء العالي المصري في خداع جميع اجهزة مخابرات العالم بما فيها المخابرات الامريكية والمخابرات الاسرائيلية بخطة الخداع السرطيجي اللي تمت والسرية الكاملة اللي تمت اللي اوجدت المفاجأة بتاعة اكتوبر دي المعركة الرجم 5 العظمة اللي تمت فيه انا بسميها ملحمة رمضان طب من عشر رمضان يعني او ستة اكتوبر فاذا كان اذا كان بقى بقول شعب مصر وابناء مصر طلبوا من زعيم الراحل الله الرحمن والجمال عبد الناصر ان بعد عدوان خمسة وانو سبعة وستين ان احنا لازم نسترد الارض والكرامة معركتين يا بس نسترد الارض ونسترد الايه الكرامة المصرية الاتنين معركتين معركة استرداد الارض زي ما ذكرت الحضارات كده اهدت 22 سنة طيب معركة استرداد شرف العسكرية المصرية اهدت دي يا محمد 22 يوم من يوم ستة اكتوبر لغاية يوم 28 اكتوبر لما حصل اقاف الارض فهي كانت ملحمة متكاملة الحقيقة فيها العديد من المعارك اللي اثبتت قدرة وعظمة بسالة الجيش المصري الانسان المصري ترجمة نانسي قنقر